السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المعودة 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز الساد في الجزئية رقم 9 من الفصل الثالث سنتحدث عن عيوب ومميزات طريقة السكويز كاستنج الأول سنتكلم عن المميزات ثم نتكلم عن العيوب من مميزات في الحقيقة طريقة السكويز كاستنج أو السباكة بالضغط نمر واحد في هذه المرحلة في الحقيقة أو في هذه الرقم نشوف أن المثال أو المادة أو الناتج من هذه الطريقة وهي لسكويز كاستنج تكون أو يكون المنتج قوي لما؟ لأنه بسبب المتاليك مولد الذي نقوم بالصب داخله لأنه يساعد على عملية التبريد بالصورة أسرع وبالتالي يعطي جرين أو حبيبات للمادة أدق أو أصغر وبالتالي ينعكس ذلك على الخواص الميكانيكية إيجابا فتزيد الخواص الميكانيكية بالمقارنة بالطرق الأخرى مثلا زي طريقة للسان ديكاسنج أو السباكة في القوالب الرملية نمر الثاني في هذه الخطوة في الحقيقة نوضح أنه لا يوجد فراغ ما بين القوالب التي نصب بداخلها وبالتالي إنما يتبخر من المعدن جزء ضغيل جدا وصغير جدا والذي يؤدي بدورة على الشرينكتش أو معدل التقلص للمنتج الناتج وبالتالي يكون هناك معدل تقلص أقل وبالتالي إفابوريشن أقل مما يعطي أكيوريسي في الضيمينشن أو دقة في ألعبات المنتج الناتج نمر الثاني بالحقيقة إنما تنتجه عملية للسيرينك وهو البابلز فإن هذه البابلز أو الفقاعات الغازية تقول أقل ما يمكن نتيجة عملية استخدام الضغط حيث أن عملية استخدام الضغط تساعد على قفل هذه الفقاعات الهوائية أو تقللها نمر الثاني تعتبر هذه الطريقة إقصادية عندما يكون المراد منها إنتاج أشكال مركبة أو أشكال ذاتة تفاصيل أكتر وبالتالي تكون هي عملية إقصادية حيث أن القالب لا نغيره ويعتبر مثالك مول وبالتالي تكون عملية الإنتاج بصورة كبيرة إن هذه الطريقة الأدوات المستخدمة بها هي لها عمر طويل حيث أننا أيضاً المنتج له أبعاد دقيقة بما أننا في هذه الطريقة نستخدم المتاليك مولد إذن فهو المنتج يكون في صورة شبه نائية ولا يحتاج إلى الكثير من عمليات الماشينج أو عمليات الميكان أو عملات التصنيع فيما بعد هيث أننا يكون المنتج في صورة نهائية أما من العيوب هذه الطريقة والسكوز كاستنج رقم واحد من المعروف أننا نستخدم متاليك مولد أي قوالب معدنية ونستخدم أيضاً هيدروليك برس قد تكون هذه الأشياء أو هذه الأدوات أو هذه المعدات في البداية مكلفة لكن مع زيادة عدد المنتجات تكون بسيطة نمر الثانيين Limit to high validity metals إنها تعتبر هذه الطريقة محدودة بالنسبة للمواد المعتنية التي لها ميوعة كبيرة نمر الثلاثة Dimension and weight of product is limited بما أني أقوم بعملية الصب في قالب معدني إذن هذا القالب له أبعاد محدودة وله وزن أيضاً محدود وبالتالي لا يمكن استخدام هذه الطريقة في الأبعاد الكبيرة أو الأوزان الكبيرة ترجمة نانسي قنقر